أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند هنلقي الدوق على بعض الموضوعات المهمة اللي بالتأكيد جمهور الكورة بشكل عام عايز يعرف التفاصيل في الفترة اللي جاية خلال الفترة الحالية كلنا عارفين تم تشكيل ربطة لأندية الدوري الممتاز بالتأكيد لإدارة المسابقة خلال الفترة القادمة الموضوع مهم جداً وأهميته بتأتي من أن الربطة دي بالتأكيد هيكون عليها مهامة كبيرة جداً خلال الفترة اللي جاية ولكن الدور اللي منوطة به الربطة الفترة الجاية بالتنصيق مع اتحاد الكورة والليحة بتدل اختصاصات لمين في الملفات بالنسبة للمرحلة اللي جاية هبدأ معاكو وأستعرض تصريح مهم جداً للأستاذ أحمد دياب اللي تم انتخابه رئيساً لربطة الأندية في الأسبوع الماضي أهلا سنعلن موعد جدول الدوري حتى موعد بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون القادمة وسنعلن بعد ذلك باقي الجدول حتى نهاية الموسم بعد نهاية البطولة وحسم شكل الدوري الجديد هيكون يوم السبت المقبل بعد تقديم ثلاثة اكتراحات للأندية طيب معنا كده أن الموعد اللي هيتم إعلانها لفترة الجاية تبقى لتصريحه لأستاذ أحمد دياب هتكون حتى موعد كاس الأمم يعني الدوري هيتوقف لغاية أول يناير لأن طبعاً كاس الأمم هينطلق يوم تسعة يناير تحديداً هيكون فيه انضمام للعيبة قبل البطولة بحوالي أسبوع أو أسبوعين يعني بنتكلم الدوري هيتوقف لغاية 25 ديسمبر فبتتكلم من شهر 10 إلى 25 إلى 12 هيتم إعلان شكل الدوري في المرحلة الجاية الاكتراحات التي تقدمت فيه ثلاث اكتراحات دوري من دورين اللي هو المعتاد دوري من مجموعتين واعتقد هيبقى صعب تنفيذه لأنه تسوقياً كمان هيكون فيه خسار كبيرة ودوري من دور واحد ثم مرحلة البلاي أوف أول تمانية هيلعبوا مجموعة واحدة مع بعض عشان يتحدد بطل الدوري والمراكز الثاني والثالث والرابع والعشرة في مؤخرة الجدول هيلعبوا دوري مع بعض عشان يتحدد الهابطين للدرجة الثانية والدوري ده مستن عدد الأندال هابطة أو عدد مباريات الدوري بدل ما تكون 34 أسبوع لن تتراوح أو لن تزيد عن 24 أسبوع فيتم توفير عشر أسابيع وده بالتأكيد مهم عشان الأجندة اللي جاية هتكون مزدحمة جداً حتى نهاية المسيب طيب على المقابل أو في المقابل الأستاذ أحمد دامجاهد رئيس اللجنة السلسية لاتحاد الكرة المعينة من قبل لفيفا كان قال تصريح يمكن عمل لغط شوية في الوسط القروي خاصة بعد تشكيل الربط قال من حق ربطة الدوري تشكيل لجنة لإدارة الدوري الممتاز لكنها لا تملك التحكم في شكل المسابقة اتحاد الكرة فقط هو من يملك ذلك الموسم المقبل صعب جداً تغيير المسابقة مرتبط بكثير من الأشياء الفنية والتسوقية والتنظيمية يمكن أن نصل لشكل مناسب بوجود ممثل التمنتاشر نادي والرعاء والقنوات الناقلة وممثل اتحاد الكرة هنا التصريحات تقدر تقول في تضارب يعني تصريحة الأستاذ أحمد دياب بيقول سنعلن موعد دادة للدوري وفيك ترحات تقدمت الأندية عشان شكل المسابقة في المقابل اتحاد الكرة واللجنة السلسية بيقول من حق الربطة تشكيل لجنة لإدارة الدوري لكنها لا تملك التحكم في شكل المسابقة شكل المسابقة اللي هو إيه؟ أنظر زي ما إحنا دوري منذرين ولا دوري مجموعتين ولا دوري منذر واحد ثم مرحلة البلي أوف تبقى للليحة احنا مش هنقول بقى وجهات نظر تبقى للليحة اتحاد الكرة تبقى للليحة ليه الحق إنه هو فعلاً يقول آه أو لأ على شكل المسابقة والربطة مش من حقها إن هي تقول شكل المسابقة إيه ده تبقى للليحة لذلك أنا أتمنى خلال الساعات القادمة بغض النظر عن اللايحة أو بالتنصيق بخصوص اللايحة أن يتعامل بروتوكول عمل ما بين الربطة مع اتحاد الكورة ده لمصلحة الربطة من مصلحة الربطة أن يتم عمل وضع بروتوكول ما بين الربطة واللجنة السلسية أو إدارة اتحاد الكورة عشان كل واحد يعرف الحقوق بتاعته إيه والواجبات اللي عليه إيه ده مهم جدا لأن الفترة الجاية الربطة لو طلعت قرارات تبقى لللايحة تقدر اللجنة السلسية تعدل فيها أنا بقول كلام تبقى لللايحة اللي موجودة في عمل الروابط الأندية أو ربطة الأندية خلال الفترة الجاية فأتمنى أن الربطة عشان تطلع بره الإطار ده تحاول تجري اتصالات مع اتحاد الكورة عشان يكون فيه بروتوكول الفترة الجاية عشان الربطة تقدر تقوم بدورها في المرحلة الجاية وما يجيش اتحاد الكورة يقولك لا القرار ده مش مناسب فيلغي لأن اللوايح بتسمح أن اتحاد الكورة يعمل الخطوة دي طيب قديني قلت من بداية قبل ما تبدأ المسابقة وقبل ما يتم اعلان أي قرارات بالنسبة لي المرحلة اللي جاية ده المصلحة الأندية والمصلحة الرابطة عشان تبدأ تشتغل بشكل سليم في الفترة اللي جاية